بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة أخترع عليكم تمرين في مخص تقاطع مستقيمين إذن حل إذا نظرنا إلى تمثيل الوسيطي للمستقيم D لاحظوا باللي لاحظوا باللي الشعاع التوجهي عنده D الشعاع التوجهي نسموها U شعاع عنده مراقبة واحد 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 شعاع واحد 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 مستقيم D فتحة عنده الشعاع التوجهي هو واحد نقص واحد 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 نقص واحد واحد السؤال الأول بينا المستقيمين من نفس المستوى من نفس المستوى واحد وإنبارهن باللي الشعاع U و V ليس لهما استقامة إذن نكتبوا الفاصلة لواحد الفاصلة ل U على الفاصلة ل V تختلف ترتبة واحد على الترتبة نقص واحد إذن هذا يبرهن باللي U و V U و V ليست لهما إستقامة خطيا إذن هذا الشعاعين يعينان مستوى U و V و عين مستويا إذن كما لكم تشوفو ما هي النقطة تقاطع ما هي النقطة تقاطع أولا X 1 T' Y 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 جمعناهم تولينا الزوج يسوي الزوج T معناه هذه مدلنا T يسوي 1 إذن إذا استخرجنا قيمة T ما علينا أن نستخرج قيمة T في المعادلة هذه نعرفه باللي 1 زيد T' يسوي T أي 1 يسوي T' يسوي 1 إذن T' T' يسوي 0 ما علينا إلا أن ما علينا إلا أن نقبل هنا أن T ما علينا أن نكتب T تسوي 1 و T' يسوي 0 هذا القيم نعودها في التمثيل الوسيطي إذن X تسوي 1 زيد T' T' معناه 1 1 يسوي 1 نقص T' معناه 1 Z 2 زيد T' معناه 2 إذن إذن نقطة 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 تقطر هي مثل A ذات إحداثيات 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 6 7 9 10 10 11 11 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 18